اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومسار الإتقان خاص بمن قد حفظ القرآن كاملاً ولكنه لم يتقنه وطريقة الحفظ والإتقان في البرنامج في كل المسارين تقوم على ثلاث دعائم أساسية وهي الحفظ والربط والمراجعة لا تغني واحدة منها عن الأخرى الحفظ طريقة الحفظ في المسارين تكون مرتبة كالتالي أولاً يستمع الطالب إلى قارئ مجود مع النظر للمصحف ثلاث مرات في مسار الحفظ الجديد ومرة واحدة في مسار الإتقان وذلك للتأكد من سلامة الحفظ من اللحون والأخطاء ثانياً يقرأ الطالب تفسير المقدار الذي يريد حفظه في اليوم لمعرفة معاني الآيات وقد حدد البرنامج تفسيرين هما المختصر في التفسير أو التفسير الميسر ثالثاً يبدأ الطالب في حفظ الوجه ولكن عليك أن تنتبه هنا لأمرين مهمين الأول أن تنتبه وتركز على مواضع الوقف والابتداء الموجودة في الوجه الذي تحفظه الثاني وأنت تحفظ الوجه لا تقف على نهايته بل لابد أن تأخذ السطر الأول من الوجه التالي الذي يليه وتكرره مع الوجه الحالي الذي تقوم بحفظه حتى ترتبط الأوجه بعضها ببعض رابعاً إذا تيقن الطالب من حفظ الوجه يفتح جهاز التسجيل ويقرأ الوجه غيباً ثلاث مرات متتاليات فإذا أتم ذلك أعاد تشغيل المقطع المسجل وفي أثناء ذلك يتابع لنفسه بالنظر في المصحف ليتأكد من سلامة حفظه وخلوه من الأخطاء فإن اكتشف خطأاً ولو في واحدة من المرات الثلاث أعاد هذه المرحلة مرة أخرى فيفتح جهاز التسجيل من جديد ويقرأ ثلاث مرات جديدة فإذا سلم من وجود الأخطاء في جميع المرات الثلاث انتقل إلى المرحلة التالية خامساً بعد ذلك يبدأ في تكرار الوجه غيباً دون نظر للمصحف ثلاثين مرة في مسار الإتقان وأربعين مرة في مسار الحفظ الجديد ومتى ما أخطأ في تكرارة واحدة أسقطها من العدد وعوضها بتكرارة أخرى سادساً إذا كان مسار الطالب يتضمن حفظ أكثر من وجه في اليوم فإنه يطبق الخطوات السابقة على الوجه الثاني والثالث وهكذا سابعاً إذا كان من الغد وأتى يوم جديد يقوم الطالب بتكرار محفوظ الأمس غيباً خمس مرات وهذا يسمى تكرار الأمس وما سبق من خطوات الحفظ يسمى تكرار اليوم الربط وهو قراءة غيبية من دون نظر للمصحف مرة واحدة لجميع الأوجه الأخيرة التي تم إتقانها في الثلاثين يوماً الأخيرة وتسمى هذه الأوجه أيضاً المحفوظ الجديد المراجعة وهي قراءة غيبية من دون نظر للمصحف مرة واحدة للمحفوظ القديم وعليه أن يختم المحفوظ القديم كل ستة أيام ونقصد بالمحفوظ القديم المحفوظ الذي خرج من الربط فعندما تبدأ بالحفظ بأول وجه فإنك تستمر بقراءته غيباً كل يوم مرة واحدة لمدة اثنين وثلاثين يوماً وفي اليوم الثالث والثلاثين تسقط أول ستة أيام حفظت فيها ثم بعد مضي ستة أيام تسقط ستة أيام أخرى من البداية وهكذا تسير كلما تقدمت ستة أيام تسقط ستة أيام من البداية وستلحظ هنا أن الربط لا يقل عن خمسة وعشرين يوماً ولا يزيد عن ثلاثين يوماً وهذه الأيام الأولى التي تسقط من الربط تصبح من المحفوظ القديم ولها قسم خاص يسمى المراجعة ولابد من ختمه كل ستة أيام ويجب على الطالب أن تكون قراءته في جميع المراحل بصوت مسموع وأن تكون قراءة متأنية غير سريعة ولا بطيئة بل متوسطة وهي ما تسمى بقراءة الحدر وخدمة للقرآن وأهل القرآن فقد قام إخوانكم في البرنامج برسم الخطة بجداول دقيقة تبين سير الحافظ في الحفظ من أول وجه في القرآن وحتى آخر وجه وأياً كان موقعك من العالم فإنه يمكنك الحصول على الجداول المرسومة مع بعض النصائح والتوجيهات في الحفظ دون أي مقابل مالي وذلك من خلال زيارتك للروابط التالية المسار الأول الحفظ الجديد أولاً حفظ وجه واحد ثانياً حفظ وجهين المسار الثاني الإتقان أولاً إتقان ثلاثة أوجه ثانياً إتقان أربعة أوجه وللمزيد عن البرنامج يمكنكم التواصل عبر أحد النوافذ التالية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين